السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلاب الأحباء طلاب الصف الخامس اليوم الخامس إن شاء الله رح نبلش مع بعض وحدة الرابعة اللي هي العيش معا الدرس الأول درس التعاون واللي إن شاء الله رح نتحدث في هذا الدرس رح نتعرف في هذا الدرس على مفهوم التعاون وأهمية التعاون وأنواع التعاون وفوائد التعاون في حياتنا إن شاء الله طبعا طلاب الأحباء في البداية رح نتعرف على مفهوم التعاون ايش معنى التعاون التعاون طلاب الأحباء هو مساعدة الناس بعضهم بعضا على قضاء حاجاتهم طبعا اذا التعاون هو مساعدة الناس بعضهم بعضا على قضاء حاجاتهم قضاء حاجاتهم طبعا في البداية طبعا الآن خمس هل التعاون حثنا عليه الإسلام نعم أكيد إذن أمر الله تعالى أمر الله تعالى بماذا بتعاون على البر والتقوى لما فيه خير للفرد والجماعة إذن حثنا الله تعالى وحث الإسلام أيضا على التعاون بذلك بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى لما فيه خير للفرد والجماعة إذن لماذا أمر الله بالتعاون لأن التعاون هناك فيه خير يعود على الفرد والمجتمع بحيث قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هنا لاحظ عزيز الطالب أن الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا هنا فعل أمر وهذا يدول على أهمية التعاون أن نتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان إذن التعاون جاء أمر من الله والسبب لما فيه خير الكثير خير للفرد وللجماعة إذن التعاون فيه خير كثير يعود على الفرد ويعود أيضا على الجماعة إذن أمرنا الله تعالى بالتعاون لما فيه خير يعود على الفرد والجماعة لا يستطيع إنسان أن يواجه أعباء الحياة كلها وحده فهو بحاجة إلى أن يعاونه ويساعد فإن التعاون في البيت والمدس والمجتمع ضروري من ضرورة الحياة حتى ينجز الواحد أعماله في أقصر وقت وأقل جهد إذن هل ننتحرف على أهمية التعاون؟ هل التعاون أهمية؟ نعم إذن التعاون أهمية كبيرة في الحياة حيث لا يستطيع الإنسان أن يواجه أعباء الحياة كلها وحده فهو يحتاج لمن يساعده لمن يعاونه على القيام بأعماله وإنجازها بأقل وقت وجهد الآن طلابي العزاء نحن نتحدث عن أهمية التعاون هل التعاون أهمية؟ طبعا أكيد يوجد أهمية كبيرة للتعاون فنقاط التي أمامنا هي تعداد لأهمية التعاون في البداية أنه يساعد التعاون على إنجاز الأعمال بصورة أدق ووقت أسرع طبعا إذا تعاوننا راح ننجز أعملنا بصورة دقيقة ووقت سريع ثانيا تعاون أيضا يوطط العلاقات بين الناس يعمل توطيط بين العلاقات قويها ثالثا ينشر المحبة بين المتعاونين أكيد لما نتعاون راح يكون بناتنا محبة راح تنشر المحبة بين المتعاونين رابعا تعمل المعاملة الحسنة بينهم يصبح بين المتعاونين محبة أمثل على التعاون لقد جعل الله التعاون فطرة في مخلوقاته جميعها وأهم مثال لهي خلية النحل وما يسود فيها من روح التعاون والعمل الجماعي لإنتاج العسل طبعا هم بتعاون خلية النحل عشان ينتجوا العسل حيث يتقاسم أعضاء الخلية من هي أعضاء خلية الملكة والعمال والذكور والشغالات المهام والأعمال فيما بينهم فكل منهم يقوم بعمل إتمام عمل صنع العسل لاحظ هذه الصورة التي تمثل خلية النحل أمامي بحيث أن يقوم النحل بعمل دؤوب ومستمر حتى ينتج العسل وهذا العمل يكون مشترك بين أفراد أعضاء الخلية الآن نحن نتحدث بشكل سريع وبشكل نقاط أنواع التعاون إذن ثاني أنواع التعاون هي تعاون بين أفراد الأسرة التعاون في المدرسة ثانيا وثلاثا التعاون بين أفراد المجتمع الآن عددناهم طلاب الأحباء وألف المرة القادمة إن شاء الله سنقوم بشرح كل نوع من أنواع التعاون شرح نوافيا بإذن الله شاكر لك حس استماع طلاب الأحباء يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته